اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة سعد الله وقاتكم بكل خير ومسامعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة النور دبي وبالشراكة مع إذاعة النور دبي ها دكتورة معكم محمود يوسف العلي وأيضا دكتورة نادا الملة وفي التنسيق معنا حمد المعيوف وفي الإخراج ميثة بنبيات صباحة شو ورد يا ميثة صباحة ش مطر صباحة كل مطر جو جميل ومطر وهذا حمده مع صباح اليوم ها عموما مستمعين الكرام نحن متواصلين معاكم على الأرقام 600551414 أو عن طريقة رسال نصية على 4006 4006 وأيضا مستمعين أن نحن معاكم على الهواء مباشرة بالصوت والصورة من خلال حسابات نور دبي على الإنستجرام وأيضا حساب الهيئة اللي هو DHA underscore دبي على طاري الحسابات دكتورة شو عندنا في التواصل الاجتماعي اليوم اليوم رسالتنا الصباحية تقول النجاح الحقيقي هو في جودة عملك وكيفية توصولك لهدفك نتمنى تتحقى كل أهدافكم صباح الإخلاص والنجاح والتميز صحيح محمود النجاح هو كيفية توصول لهدفك ليش أداء إلى عملي فقط ولكن عندما أصل الهدف هذا هو اسم النجاح إن شاء الله يا رب يعني توصلين لكل أهدافك الدكتورة آمين أجمعين واللي يسمعونا بعد واللي يتابعونا صباحكم خير نزيل اليوم نحن إن شاء الله نتطرق إلى موضوع مهم جدا وكثير من الأسئلة يتعليه ولكن بعد الفاصل بيكون معانا إن شاء الله إذا وصل للستوديو الدكتور حيدر اليوسف بعد ما وصل علينا للستوديو لكن إن شاء الله بيكون معانا وعدنا أنه بيكون معانا اليوم في الحلقة فما نتكلم عن موضوع التأمين الصحي ولكن في عندنا دراسة تقول أن التدخين أثناء الحمل قد يحرم المولود من حاسة السمع والله من آثار التدخين دائما نقول الأمهات هذه الدراسة بعد تؤكد أن تدخين مفوض الأم الحمل لا تدخل أثناء الحمل يعني أكد علماء ألمانيون أن التدخين الأم أثناء فترة الحمل يؤثر سلبا على حواس الجنين وقد يحرمه مستقبل من حاسة السمع كليا وجاء ذلك في مقال نشر في مجالة بريطانية نقل عن الباحثة الألمانية أورسلا كوخ نحن نعلم فقط بعض آثار النيكوتين على أعضاء الجنين والمواليد الجدد الشيء الأكيد هو تأثير النيكوتين السلبي على الحلزون الموجود في الأذن فالنيكوتين يؤثر على تطور الأذن والدماغ على مستوى الجزئي ويجب على الأمهات اللواتي يكون يدخن أثناء فترة الحمل أن يتأكدن من حاسة السمع عند أطفالهن بعد الولادة كما يجب التأكد ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعانون من صعوبة التعلم في المدرسة أضافت كوخ خلال السنوات الخمسة الأخيرة توصل الكثير من العلماء إلى نتائج تثبت التأثيرات السلبية للنيكوتين على التكون الجنين النيكوتين والعديد من المواد التي تصدر عن دخان السجار تغير من تركيبة الغشاء البروتيني للحمض النووي الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة الطفل في المستقبل بمرض التوحد كما من الممكن أن يعرضه للسمنة والربو والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى كوخ أوضحت أنها توصلت إلى تلك النتائج بعد أن قامت هي ومجموعة من زملائها بدراسات على فأران مخبرية مساكيها الفأران لمليون ألف اختبار مسوين عليه المهم استمرت لخمس سنوات حيث قاموا بتعريض الفأران الحوامل لكميات محددة من النكوتين وبدأوا بتسجيل التغيرات التي تطرع على أدمغة وأعضاء موليد تلك الفأران بعد مراجعة النتائج اتضح لهم أن أكثر التشوهات التي طرعت على أجنة الفأران كانت خلايا العصبية الموجودة داخل ما يسمى حلزون الأذن شوف تأثير النكوتين محمود يعني ممكن يأثر يعني هو هذا يقول لك فقط جزء من تأثير النكوتين يعني في بعض آثار النكوتين بعض الآثار بعدهم ما اكتشفها فيأمهات يعني أول أنت تخين بشكل عام عادة سلبية وعادة سيئة ولا آثار عليك فليش الطفل اللي ما لذم ليش مع الدخنين وانت حامل انت حامل تأذين نفسك هذا شيء راجع لك ولكن الطفل العديم الحيلة حرام هي والله محمود يغمضوني يعني ما تسعى لويها الدخ ججارة بعد ها يعني ما تسعى لويها الدخ ججارة وهذا يعني أني أصلا يعني عرفا حتى عيب يعني وعرفا وصحيا وطبيا وجميع النواحي فإذا أنت أصريتي أنت تكسرين الأعراف وتكمنين في التدخين يعني نسأل الله لك الهداية ولكن خافي على مستقبل الطفل اللي أنت تكونين حامل فيه يولد مشوه أو ما يقدر يسمع فيكون طفل ذوي عقا حرم وما لذنب ازيه دكتور أنا رتبت الستوديو ترتيب جميل قبل ما نبتدي ازيه يبتج أنت يمين وحطيت المايك هذا هنا على أساس أن أنت تتكلمين ليش تحبتي هذاك المايك؟ ما يشتغل المايك الأولاني هذا ما يشتغل ماذا؟ يشتغل صح؟ ازيه نحن دائما الحلقة معاك نبغي نطلع نستفيد من كل دقيقة فيها لأن تكون فيها ضغط مكالمات وضغط رسائل وضغط أسئلة حول الموضوع لكن ما نبتدي عند التصريح اللي طلع اليوم بخصوص كبار السن فهذه البداية دكتور وبعدين ما نمشي ما نطلق لكافة المواضيع الخاصة بالتأمين الصحي الفضل دكتور نعم طبعا كان في خبر للبارحة ما كان واحد دقيق بالنسبة لباقات كبار السن أن فيها فترة انتظار ستة شهور لجميع العلاج الموجود في الباقة التصحيح الحقيقة للخبر هو أن اليوم أي باقة تأمين الصحي تباع للمرة الأولى يعني الشخص يشتري التأمين لأول مرة في حياته إذا كان في عنده أمراض سابقة للتأمين اللي هما يسمى في عرف التأمين بالpre-existing conditions أو الأمراض السابقة للتأمين لا يجب عليها أول شيء أن يبلغ شركة التأمين بالأمراض السابقة للتأمين يقول لهم مثلا أنا عندي سكري أو عندي ضغط أو عندي كذا أول ستة شهور في البوليصة الأمراض السابقة للتأمين لا يغطى علاجها فقط من خلال البوليصة أما جميع أنواع التغطية الأخرى أي احتياجات صحية لزيارة الطبيب أي شيء آخر فهو مغطى من ضمن الباقة والباقة تكون باقة تأمينية عادية فقط في فترة انتظار تسمى فترة انتظار على الأمراض السابقة للتأمين لمدة ستة شهور وهذا شيء متعارف عليه عالميا في التأمين الصحي الحقيقة في كثير من الدول وفي كثير من أنظمة التأمين الأمراض السابقة على التأمين لا تغطى أصلا وبالتالي مش فترة الانتظار ستة شهور عليه وإنما ما تغطى ويتم تأمينها على الأمور الأخرى بالنسبة للتأمين الصحي في إمارة دبي تم إلزام شركات التأمين بتغطية الأمراض السابقة على التأمين في أول مرة يشتري فيها تأمين فقط بعد ستة شهور وبعدها عند التجديد وجميع الباقات اللاحقة خلاص يتم تغطية الأمور هاي بشكل طبيعي جميل أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق رسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة أيضا متواصلين معاكم عبر حساب نور دبي على الانستجرام لايف وأيضا على حساب دي اتش اي أندرسكور دبي شكرا لك يا أخي أيضا منورين الشاشة شكرا لكم نحن دكتور متواصل معاك بعد الفاصل إن شاء الله بتكون عندنا تفاصيل أكتر بس قبل أن نطلع فاصل ميثة بس هذا السؤال السلام عليكم تامين الدكاتر غير مخصصين والعيادات ضعيفة جدا شو رأيك كيف يعني الدكاتر غير مخصصين هو يمكن يقصد التغطية الأخصائي الباقة الأساسية لفئة ذوي الدخل المحدود هي تسمى بجي بي جيت كيبر يعني لازم يمر على طبيب العائلة الأول ومن ثم إذا كان في حاجة للأخصائية تم تحويل للأخصائية عن طريق طبيب العائلة وهذا كذلك يعتبر من الممارسات الصحية في عملية الاستفادة المثلة من التأمين بشكل عام أو من أنواع مختلفة من العلاج يعني حتى في هيئة الصحة اليوم إذا بتروح تشوف أخصائي من نوع معين لازم أول شيء يتمر إلى طبيب العائلة ومن ثم يتم تحويلك وهذا نوع يعني يعتبر كفء جدا في استخدام الخدمات الصحية طبيب العائلة طبيب العائلة هو أفضل استغلال الممارد يعني إذا يدخل عندنا أمية مريض يطلبون تحويل نحول منهم فقط 10 أو 15 لأن طبيب العائلة قادر أن يعالج 85 الباقين صحيح وهذا استخدام أمثل للعائلة الصحية ولموارد المالية التي تصرف على الصحة صحيح فاصل المستمعين بعد الفاصل ما تواصل ما استقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية 600 551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 واللي حاب يتواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن شاء الله أسألتكم أن نجاوب عليها حتى بين الفاصل بيكون فيه دردشم بيننا فاصل وراجعين صحة وسعادة صحيح الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين موضوعنا اللي نطرحه اليوم أنه عن التأمين الصحي وكان قبل الفاصل الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التموين الصحي يؤكد أن بطاقات التأمين الصحي الخاصة بكبار السن في دبي السارية بمجرد إصدارها وأن كبار السن مشمولين بخدمات التأمين الصحي من فور إنهاء تعاقدي مع أحدى شركات التأمين المرخصة وذلك باستثناء تغطية الأمراض السابقة على التأمين التي يتم تغطيتها بعد ستة أشهر فقط من التقاعد أو التعاقد أفوا صبري بصلح والله لا تكفيلي هنا تنشبيلي على التلمة عموما عندنا مجموعة مكالمات رحمة واصلي معاكم على 600551414 أو عن طريق رسال نصية على 4006 وحساباتنا نور دبي نور دبي وعلى DHA underscore دبي طيب نحن نركب السماعة على أساس تسمعون المكالمات في واحد من الحسابات فمنشوف اللي فيه أكثر متابعين منحط السماعة فيه شو رأيكم؟ نزيل منحطها في نور دبي نأخذ أول مكالمة معنا ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخي صباح خير ورحمة أبركاته بس عندي سؤال تفضلي يا سيدي اختصر الله يخليك لا أصل لك أنا أنا خطة تأمين أيوه والتأمين أعطوني الاقتصفات آآ أمكن قريبا لـ 300 آآ مركز مراجعة وأعطوني آآ اثنين مششوات كبيرة للمراجعة مشيطة خطة البطاقة شعراجة أشوف الفعالة ألا ما فعالة مشيطة المششوة الكبيرة ستاكت منها في السنسين شغالة ما شغالة هذا بحاولي ليداء هذا بحاولي ليداء آخر حقا قال لي بس أقول لي عند الطواري ما شئت الطواري أشي أتاكد منها بعد قال لي مش شغالة إلا تيجي في حالة طارعة واضح سؤال أوك أوك شكرا بعدين هم معطيني الاقتشوفات عشرة صفحات وإي صفحة فيها تلاتين يعني زي 300 محل للمراجعة إذا اختصرها لـ 20 محل عشرين مشتشفى أو موقع للمراجعة أو بوضوح لأنه مكتوب بخص صغير وبعضين كلها مكتوبة الإنجليزية وبخص صغير يعني ما تقوم بحتى لو جئت لك مكبر واضح سؤال شكرا لك واضح سؤال لو اختصرها بصفحة واحدة وعملوا عشرين محل للتأمين ويكون مواضحة بيكون أحسن من يكون 300 محل صحيح تسمع الإجابة لا تكتعين عليه إذا بعد ويان على الخط موجود تسمع الإجابة إن شاء الله شكرا جزيلا نقطة هاي وايد مهمة ودائما إحنا في دورنا في زيادة الوعي بالتأمين الصحي والآلية المثلة لإستخدام التأمين الصحي نتكلم عن موضوع ما يسمى بالنتورك في باقة اللي هي الباقة الأساسية أغلب الباقات هاي تسمى مثل ما ذكرنا بالجي بي كي يعني الخط الدفاع الأول اللي يجب على المريض الذهاب إليه أولا هو طبيب العائلة ومن ثم من خلال طبيب العائلة يتم التحويل إلى المستشفى فهو إذا ذهب إلى المستشفى مباشرة سواء كان المستشفى هذا في ضمن شبكة مقدمي الخدمات أو خارج شبكة مقدمي الخدمات ما رح يكون مغطى فهو اليوم ما يقدر يروح للمستشفى يقول لهم هل أنا مغطى في الوقت الحالي عندك ولا لا في الحال الطارئة هو حسب القانون بغض النظر عن رغبة شركة التأمين هو مغطى في أي مستشفى يذهب إليه إذا كانت حالة طارئة تذهب إلى المستشفى الحكومية أي مستشفى يصل في حالة طارئة بغض النظر إذا كان المستشفى هذا ضمن شبكة مقدمي الخدمات أو لم يكن تعالج لحالة طارئة وعند المستشفى فترة 24 ساعة يبلغ خلالها شركة التأمين بعد دخول المريض إلى المستشفى وبالتالي يعني ما لداعي أنه يروح يشوف في شيك إذا هي فعالة ولا لا جميع الباقات مفعلة على بطاقة الهوية إذا حب أن يعمل موعد مع الطبيب اللي ضمن الشبكة ياخذ موعد مع العيادة وبينشاف في العيادة بشكل طبيعي وهذا دور مهم في زيادة الوعي النقطة الثانية بس اللي حبيت تأكد على الأخ بالنسبة لشبكة مقدمي الخدمات طبعا أغلب الباقات هاي بتلاحظ أن فيها حوالي 200-300 أحيانا توصل إلى 400 اللي هي مجموعة مقدمي الخدمات تشمل المستشفيات العيادات اللي هي عيادات أطباء العائلة العيادات التخصصية مراكز الفحوصات وتشمل كذلك الصيدليات وهاي موزعة على جميع أنحاء دولة الإمارة العربية المتحدة فهو يمكن بالنسبة له المهم للعيادات اللي في منطقته أو في دبي أو في ديره أو في كذا لكن في أشخاص مقيمين خارج إمارة دبي كذلك مهمة بالنسبة لهم فمع علي يتعب معنا شوية وينتبه لللستة ويعرف شو العيادات اللي هم غطالها ويروح لها ويستفيد منها إن شاء الله تعالى إن شاء الله طيب أنا بأخذ بس مجموعة أسألة على السريع الدكتور إذا ممكن نرد عليها أول شيء السلام عليكم دكتور هذا الذكران لا ممكن أعمل مع تأمينات لأن يتم لا يلبي غرض التأمين في الدولة ما فهمت سؤالك أبو خالد الصياغة يعني أنا حاولت أقرأها ما فهمت عموماً السلام عليكم زوجتي ربت زوجتي هو يعني ربت قبل ستة شهور بعملية قيصرية وحين حامل مرة ثانية بحمد الله سؤال هل في خطورة في الحمل للطفل أو لزوجتي وشكراً أخوكم حاجوني من ناحية الطبية يفضل أن بعد عملية قيصرية أقل شيء ستة شهور إلى سنة ما تحمل للمرأة بس طبعاً يحتمد على حالتها المضعفة تخل العملية القيصرية نفسها التقام الجرح حالتها الصحية بشكل عام فما قدر نحكم إلا ما نعرف معلومات أكثر من التاريخ المرضي ممكن السؤال لماذا شركات تأمين الصحي لا يقدموا من خلال مراكز تابع دائرة صحة دبي وبو خالد هذا السؤال يبكر للأكد مثل ما ذكرنا كل شركة لها تعاقدات مع مجموعة من المراكز الصحية في بعضها تقدم في المستشفيات الحكومية وفي بعضها لا تقدم لكن بالنسبة للحالات الطريقة مؤمن في إمارة دبي المستشفيات الحكومية مغطى طبعا باستثناء مستشفى حتى اللي هو مغطى من قبل جميع شركات التأمين لأنه في حتى ما في أي عيادات للقطاع الخاص وبالتالي مستشفى حتى هو الجهة الوحيدة اللي تقدم الخدمات الصحية للجميع سواء كان مشمول أو غير مشمول في شبكة الباقة الأساسية صباحكم فلو ياسمين نرجو التوضيح للشفافية لماذا الانتظار لمدة ستة شهور وهذا المبلغ يظل؟ هو محسوب في سعر الباقة العملية هاي وهذه عملية متعارفة عليها عالميا ومش فقط على فكرة لكبار السن لأي باقة تأمين يديدة للمرأة بس نوضح الدكتور حق اللي ما سمعونا وينضمونا أن هذه الستة شهور هي الفترة الخاصة بالتأمين لما تكون للأمراض لكبار السن هي الأمراض السابقة على التأمين وهذا شيء متعارف علي عالميا في أنظمة التأمين الصحي بالنسبة لإمارة الدبي أهميتها أنها الحقيقة تمنع استغلال بعض الأشخاص يمكن للنظام الصحي في إمارة الدبي أحيانا ممكن الشخص يأخذ أي وظيفة بسعر بسيط جدا وعشان يتعالج في أول شهر شهرين ويروح لكن لما الشخص صار لستة شهور موجود داخل الدولة فهو مستقر داخل الدولة وبالتالي ما رح يكون عب على النظام الصحي وأنه ما يكون جزء من المنظومة الصحية ككل وهذا شيء متعارف عليه في أنظمة التأمين عالميا في كثير من الدول مثل ما ذكرنا فترة الانتظار على الأمراض السابقة للتأمين ما توقف عند ستة شهور وإنما مستمرة وما يتم تغطية الأمور هاي في إمارة الدبي تم إلزام شركات التأمين بتغطية الأمراض السابقة على التأمين بعد ستة شهور إذا حب أن يدخلها فممكن تطلب منه شركة التأمين مبلغ إضافي وهذا الشيء عادي في ضمن عملية المشاورة مع شركات التأمين والاتفاق على الأسعار أشكركم جميع ومشكر هيئة الصحة على جهود المقدمة لخدمة المواطنين على أرض هذه الدولة والسلام عليكم والسلام جميع المتابعين ممكن تسأل الدكتور حيدر على تأمين الزوجة وباقات التأمين الإلزامي ليش الزوجة مجبورة تزور طبيب ممارسة وطبيب عام للتحويل لطبيبة المناظن السرجة هيئة الصحة تنظر في الموضوع بالفعل الدكتور يعني هناك بعض يعني نحن عندنا عادات غاليد نحن مثلا في بعض التخصص أنا ما أبغي الدكتور يشوف زوجتي يشوف أختي كذا أبغي أبغي دكتورة مثلا هو الطبيب العام مش شرط أنه ذكر يعني نحن نستعمل مفهوم الطبيعي يعني واقعا أغلب أطباء العائلة أغلب أطباء العائلة إناثي في الهيئة مش في الهيئة حتى خارج الهيئة كل مكان كل مكان بالعكس يعني هو الحقيقة مثل ما قالت الدكتورة أنت لو تشوف اليوم أفضل الموارسات العالمية 80 إلى 85% من جميع الاحتياجات الطبية للشخص بغض النظر عن التخصص سواء كان أطفال سواء كان عظام سواء كان نساء وأولاد سواء كان تخصصات نسائية جميعها تغطى من قبل طبيب العائلة اللي هو الأقدر على إعلاج المريض بالشكل اللي يناسبه بشكل أفضل وبعدين إذا كان في حاجة للتحويل يتم التحويل وهي آلية مثلة اليوم خلنا نشوف إحنا ليش الهيئة أقرت النظام هذا إذا أقرنا نظام آخر اللي هو الدخول إلى الأخصائي بشكل مباشر تكلفة الرعاية صحية ترتفع وبالتالي تكلفة الباقة التأمينية ترتفع اليوم على باقة مثلا الفئات المساعدة بخمسمائة وخمسين درهم فيه عندنا شكاوي ليش تركوا دفعونا خمسمائة وخمسين والباقة غالية إذا صارت الباقة ألف ومئتين هل الناس موافقين يستعملونها؟ ترى هنا أنت دائما توازن ما بين الحصول على الرعاية الصحية المثلة بطريقة مستدامة ماليا ما تشكل ضغط لا على الحكومة ولا على الاقتصاد ولا على الأفراد وحتى يعني المسألة المفروض أن الشركات التأمين ما تستفيد دكتور عشان الاستمرارية في هذا الموضوع نحن نراقب عن كثب هامش الربح بالنسبة لشركات التأمين كان واضح لما اختارت إمارة دبي منظوم تضمان الصحي وآلية التأمين الصحي كآلية لتمويل الخدمات الصحية في إمارة دبي بالتأكيد شركات التأمين راح يكون لها بعض الأرباح ونركز على أنها أرباح مراقبة كذلك بالنسبة لمقدمين الخدمات الصحية الهدف هو خدمة المريض وفي عملية خدمة المريض تكون هناك بعض الأرباح لشركات التأمين وبعض الأرباح لمقدمين الخدمات الصحية طيب لماذا تأمين سعادة لو يغطي المستشفيات الحكومية في دبي إذا كانت الزوجة وافدة والزوج مواطن فقط يغطي المستشفيات الخاصة هذا كلام صحيح هو تأمين سعادة ما يغطي في المستشفيات الحكومية آلية بالنسبة للمواطنين الحصول على الخدمات في المستشفيات الحكومية منفصل عن آلية سعادة في الوقت الحالي وفي ضوابط معينة لدى هيئة الصحة بالنسبة لمثال مجموعة من الفئات فيمكن يراجع الهيئة للتأكد لكن بالنسبة لبرنامج سعادة هو يوفر الخدمات للمواطنين في القطاع الخاص طيب خلوا القطاع الخاص والقطاع الحكومي هذا مع تطور البرنامج إن شاء الله عموماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مواطنة من الدبي يعني جواز صادر من الدبي تقصد نحن مواطنين كلنا في دولة الإمارات لكن زوجي من عجوان وتم رفض عمل تيمين سعادة معنا جواز دبي نعم بس ترفق لنا صورة خلاصة القيد السابقة ويتم شسم إن شاء الله على وين؟ التواصل مع فريق البرنامج مباشرة مع برنامج سعادة أفضل شيء عن طريق الابليكيشن سعادة أو عن طريق مركز الاتصال واضح دينا أعتقد زين إذا عندنا أي عيادة تستغل التأمين وتأخذ مبلغ أكثر وين نقدر نتواصل؟ الشكاوي جميعها تقدم إلى الهيئة عن طريق آي بروميس اللي هو النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي الحقيقة جميع الشكاوي دائما مجرد ما توصلنا على آي بروميس الفريق يتواصل مع الشخص بطريقة مباشرة يأخذ منه كل المعلومات وعلى طول يتم التعامل في الشكوى وسواء الشكاوي هنا تكون على شركة تأمين على عيادة على طبيب أي شيء يتعلق بالنظام الصحي من خلال الضمان الصحي يتم الشكاوي تتم عن طريق النظام الإلكتروني لخدمات المتعاملين طيب بما أن عزيز موجود عندنا في السويد ونحن نطلع فاصل عشان نطلب شاي وقهوة نزيل ونريح شوي معاكم بعدها ما نرجع أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على الرقم 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة سعادة الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام تواصل معاكم موضوعنا اليوم عن التيمين الصحي في دبي وأيضا معنا مدير إدارة التمويل بيهاية الصحة في دبي الدكتور حيدر اليوسف وأيضا دكتورة ند الملة وجودة معنا طيب في مجموعة كبيرة من الأسئلة الدكتور في هذه الفقرة تعرف نحاول نختصر الإجابات على قدر الأمكان بس نأخذ أم عمر مرحبتين صباح نور وميش حالك الحمد لله بخير يا مرحبو سهلا طب حالك حبيبتي الله خير تفضلك نحن مقدمين سب الخد كل يوم قامنا في اتحاد مول أتحاد التأمين وقدمنا وكل شي بس الحين ما نعرف يعني بالضبط وين نصير لا أعطونا كتاب في العيارات اللي نكد عالج فيها ولا أعطونا وصل هاي وقدرنا بنوصل إن شاء الله البطاقة ساعة شهور ما قدم سهرين تقريبا وشي فقال بنوصل البطاقات للبيت للحين ما نعرف لا نقض لهم بشكارة بتعباد وردها عيات النور قضى عنا 200 والله وقدروا لهم بطاقة الهوية ما نقال الله ما ما في أي شي التأمين موجود في البطاقة إن شاء الله معرف أنت ويا حبيبتي رقمتين ونعرف لهم ولا التكاثر إن شاء الله سمعين الإجابة من دكتور حيدر ناخذ أم سعيد بعد أم سعيد صباح تفضلي صباح سلام عليكم يا هلا تفضلي تفضلي إختي صباح لو صباح أنا ابني عنده مرض مزمن في معدته وطبعا في العيادة ما ينفعش إن أنا وديه لأنه عنده مرض مزمن يعني عايز أخصائيين فرحت مستشفى دبي فقالولي لا هو أصلا بيتعليك في مستشفى دبي أوكي فقالولي لا ما ينفعش التأمين ده بس عيادات بس العيادات ولا يس للمستشفيات يعني لا يغطي لأخصائيين أوه والمشكلة التانية إن أنا تأميني سبعة فبراير كل ما روح العيادة يقولي لي لا لسه اسمك ما تفعلش أوكي الزؤر واضح يا نعم واضح أوكي شكرا طبعا بالنسبة للشركة اللي كانت في الاتحاد مول هي شركة دار التكافل جميع شركات التأمين فعلت بطاقات الهوية بالنسبة للأفراد المؤمن عليهم شبكة مقدمي الخدمات موجودة على الموقع الإلكتروني لشركة دار التكافل لو ناخذ بيانات أم سعيد ظن كانت الأخت أم عمر أم عمر تحت وهو بنخلي الفريق يتواصل معها يوصلها بشركة دار التكافل ويبعثون لها لستة العيادات المغطاة طبعا بطاقة الهوية تقدر تستفيد من الخدمات في أي من العيادات الموجودة عندها في الشبكة دائما نركز على الأخوة أنهم يذهبون إلى الشبكة المغطاين فيها فيمكن كذلك الأخت بالنسبة للمستشفيات الحكومية في الباقة الأساسية هي مش مغطاة للعلاج غير الطارق في أغلب الباقات الأساسية مش مغطاة للعلاج غير الطارق إذا كانت حبا أنها تدخل المستشفيات الحكومية بالنسبة للعلاج غير الطارق تتواصل مع شركة التأمين يمكن يكون لها معين لأن تكلفة العلاج في الهيئة أعلى شوي من بعض العيادات الأخرى وبالتالي يمكن تضيف مبلغ على الباقة حتى لو كان مرض مزمن كذلك بالنسبة لأمراض المزمنة أكثر من 85% يعالج من قبر طبيب العائلة ويحول طبيب العائلة إلى الأخصائي عند الحاجة جميل سؤال صباح نعم ما لذكرين بالسؤال صباح اللي هو سؤال صباح هذا اللي هو بالنسبة للولد اللي عنده ولد مرض مزمن أي ذك جاول دكتور سؤال يقول باقات التأمين المخفضة بـ 650 درهم من شروطها زيارة طبيب عام والتحويل من قبله للطبيب المختص في حالة ارتأه هذا هذا ما ما في مانع بس في تخصصة زي النساء والأطفال ما في داعي يزوروا طبيب عام والتحويل المتخصص نعم جاوبنا أعتقد على السؤال هذا وهذا مفهوم غير صحيح الحقيقة اليوم مفهوم طب العائلة أن طبيب العائلة يقدر أكثر من 85% إلى 85% من جميع الاحتياجات الطبية بغض النظر عن شو التخصص اللي محتاجه للشخص يقول لي الله يبارك لك اشرح الموضوع مضبوط للدكتور علشان أنا متأكد إذا وصلت المعلومة صح هيقترح على شركات التأمين أن تسمح النساء للنساء زيارة طبيبة النساء مباشرة هذا التخصص فقط مع الأطفال طبعا أنا أقرح المسج يعني شو أشرح عنك واضح الموضوع وجاوب الدكتور نأخذ اليوم أهم بنشمارك اليوهيئة الصح في دبي حتى إذا كان الحرمة محتاجة طبيبة خصائية في النساء والولادة أول شي تعدي إلى طبيبة العائلة ومن ثم طبيبة العائلة تحولها وفي نفس الوقت بيلاحظون أن 80% تقريبا من العلاجات تقدم من قبل طبيبة العائلة هذه ثقافة الاستخدام الأمثل للخدمات الصحية وإحنا دورنا كبير في زرع الثقافة وتنمية الثقافة ويمكن دائما لأن الطبيب العائلة هو الأقدر على العلاج السلام عليكم سؤال ليش مستشعات الحكومية ما تستقبل تامين الصحة التجاري القصد أنه بدل ما أدفع حق المستشعات خاصة بدفع حق الحكومة شكرا عبد الرحمن جسمي الباقات تختلف في شبكة مقدمي الخدمات في عنا تغريبا اليوم حوالي 30% من المؤمن عليهم في إمارة دبي عندهم تغطية في المستشفىات الحكومية تعتمد العملية على التعاقد وعلى النطاق السعري وعلى كذلك القدرة الاستيعابية بالنسبة لمرافق هيئة الصحة في دبي بدأنا الحمد لله في منتصف العام الماضي بتطبيق التأمين الصحي في مستشفيات الهيئة واليوم مستشفى راشد مستشفى لطيفة مستشفى حتى تم تغطيتهم بالتأمين الصحي والشهر الليان إن شاء الله تعالى مستشفى دبي دكتور شرف شايري ما أقرأ هذا السؤال شكرا سؤال طويل لماذا لا تصدر للزوجة الوافدة متزوجة مواطن بطاقة صحية حكومية تتعالج من دون أي رسوم حتى عملية الإخصاب لا تغطي في مدينة دبي الطبية دام الزوج إماراتي المفروض يوافقون على العملية شو رأيك يعني مش مجال تخصصي هذا فما أقدر هذا مجال تخصص أنا جوازي من دبي بس الخلاص من شرج هل ممكن أخذ تأمين سعادة يعني هذا بالنسبة للزوجة عادة أو زوجة متزوجة مواطن من إمارة أخرى فمثل ما ذكرنا مجرد تقدم صورة الخلاصة السابقة ويتقدم البرنامج السلام عليكم أقدر أكلم الدكتور تحت الهواء أكيد خذوا بياناته وبنتواصل معنا إن شاء الله لماذا لا يتم علاج زوجة المواطن هذه الذكرنا زوجة المواطن في المستجر الحكمية في دبي كإمارة أبوظبي تعالج والتعامل زوجة المواطن في المواطنين ما عرف يعني فيه إجراءات معينة للهيئة في الجهات المختصة في إجراءات خاصة بهيئة صحة في دبي هم الأقدر يمكن على الإجابة هل يغطي سعادة أبناء المواطنات الخليجيين؟ بالنسبة لسعادة هاي من الفئات اللياية في المراحل المقبلة إن شاء الله تعالى لكن في الوقت الحالي بعده طيب في عنا مداخلة من؟ محي الدين تفضل يا محي يا صاد صباحكم سواء لي خليلي إياك حبيبي عملت أمين للتلت أولاد الاثنين اتسلمت بطاقاتهم بعد بشي عشرين أو خمسة وعشرين يوم الحين البطاقة الثالثة بقالة شي ثلاثة شهور وبراجعهم بيقولولي إنه انطع علي على الهوية رحت زرت مركز طبي على الهوية قالوا لي لا مفع علي ولا شي وبراجعهم بيقولولي مجرولي تكافل دار التكافل ولا تكافل الإمارات تكافل ما بأي تكافل الإمارات كان في فعلا عن تكافل الإمارات بعض التأخير في بعض البطاقات نحن على تواصل مستمر معهم وأكدوا لنا على نهاية الأسبوع اللي يفات أن جميع البطاقات فعلا مفعلة بس أأكد عليك الله يخليك أخوي إذا بتشيك تشيك في مركز من ضمن المراكز المشروع من أربع تيام أنا من أربع تيام أخذت الولد ومش نفعل لهوية هل ذهبت إلى مركز مغطى من خلال الشبكة مركز مغطى بس ناخد بياناتك تحت الهوى ونأكد عليهم عملية التفعيل إن شاء الله شكرا لك طبعا على فكرة أخوي محمود يمكن بعض الشركات اللي تأخرت في التفعيل يعني صارت لها مخالفات من الهيئة باعتبار أن هذا شيء ما كان مقبول على الرغم من الضغط الشديد يمكن ذكرنا أو نبهنا كثير أن الناس ما تنتظر إلى آخر لحظة يمكن اللي تريه ويمكن وراحه آخر يوم أو يومين شوية صار ضغط على الشركات في هايش الفترة نزلنا حين ما هي المسجات يقولون يبغي نتكلم مع الدكتور تحت الهواز الدكتور موجود معنا هنا اللي عنده سؤال يوجهها على طول يا جماعة الخير إن شاء الله يعني تعمل الاستفادة يعني الكل يستفيد من الاستفسار نفسه عموما حمد خذي أرقام خلني أذكر بشيء يا محمود الله خليك آلية التواصل المثلى بالنسبة لأي نوع من الاستفسارات أو الشكاوي أو الملاحظات هو النظام الإلكتروني لخدمة المتعامل لدينا فريق كامل مختص بالموضوع هذا ياخذ كل شكوى محمل الجد وعلى طول في نفس اليوم يتم التواصل مع الأشخاص وهاي أفضل وأسلس طريقة للتعامل بس ننبه على الأخوان أنهم يحطون المعلومات الصحيحة فيحط رقم الهوية الصحيح يحط اسم شركة التأمين الصحيح عسبنا نحن نقدر أن الفريق يرد على الاستفسار بالشكل الأمثل هل التخدير في عيادة الأسنان تشمل التأمين ولا دكتور بالنسبة لعلاج الأسنان يجب أن يرى في الباقة في باقات تغطي علاج الأسنان وفي باقات أخرى لا تغطي علاج الأسنان الباقة الأساسية لا يجب فيها تغطية الأسنان لكن في بعض الشركات تتوفر الأسنان كخدمة إضافية في الباقة الأساسية وبعضها خدمة إضافية يدفع لها مبلغ إضافي فينظر في الحالة هذه للباقة إذا كان علاج الأسنان مشمول فبالتالي تخطير الأسنان رح يكون مشمول كذلك جميل أنا أتمنى من المتابعين إذا واحد دخل من دولة أجنبية ولا شي حاولوا تشرحوا لأن هذا برنامج جداعي باللغة العربية موجود أنا حاول نتواصل فيه معاك ممكن رد بالإنجليزي بس بالإسباني صعبة عموما نرجع دكتور لموضوع التيمين الصحي أنت كنت قلت لي عندي بعض الحالات اللي أبغي أتحدث عنها هذه الحالات الأكثر شيوعا عند الشغلات بنتكلم عن بعض الحالات الشائعة وبعض الحالات الغريبة اللي عددها مش قليل مجموعة من الشكاويتنا من مجموعة من الأشخاص أمنوا ودفعوا وخذوا الرسيد اللي هو وصل لهذا من شركات التأمين وضيع الوصل وما يعرفهم أمن في أي شركة التأمين هالورقة رسمية مهمة يعني لأنه طبعا التفعيل على الهوية فهو ما عنده بطاقة التأمين فهو عنده الهوية ما أتوقع معظمهم عندهم الهوية في بعضهم ضيعين بس معظمهم عندهم الهوية ويقول لها الحين أنا مؤمن بس أنا معرف في أي شركة أنا مؤمن فطبعا يتم التواصل معنا كذلك من خلال النظام الإلكتروني نبين لهم أنه أنت مؤمن في الشركة الفلانية وهذه تفاصيل الباقة وهذه تفاصيل طبعا نحن راح نطلق كذلك من خلال الموقع الإلكتروني خدمة أنك تحط رقم الهوية فتطلع لك بيانات التأمين الخاصة بك إن شاء الله تعالى قريبا راح تطلع بالنسبة لها النوعية من الحالات لكن يعني نبهة الأخوان طبعا البيانات المتعلقة بالتأمين الصحي هي بيانات مهمة حافظوا عليها حافظوا على الرصيد وحاولوا تعرف على الأقل الموقع الإلكتروني للشركة لأن أغلب الخدمات اليوم من خلال الموقع الإلكتروني ونظام الإلكتروني الخاص بالشركة كذلك في بعض الحالات اللي راحت إلى شركات التأمين وطلبت إنها ترجع الباقة باعتبار أن الهيئة مددت فترة الغرامات وكذلك هاي حالات عددها مش قليل فنقول بالنسب لنظام الريفند يجب على شركة التأمين إرجاع المبلغ في حالة إلغاء البوليصة عند إلغاء الإقامة يعني إذا هو كنسل الإقامة بالنسبة للعامل أو الموظف بعدين يجب على شركة التأمين تدل المبلغ لكن مش عملية اختيارية لأولا لأن الغرامات اتخرت وحنا ننبهني الجميع رجاء يعني اللي ما يلتزم بعده يلتزم لأنه طبعا الموعد اليديد راح يعلن قريبا إن شاء الله اشتكينا في النظام وما استفدنا اشتكينا في سعادة وما استفدنا اشتكينا في الهيئة وما استفدنا نحنا هالي ذو الإعاقة نحن نعاني نحتاج حد يسمعنا ويفهمنا لو سمحته طبعا النظام والهيئة وسعادة كلهم واحد نعم الشكاوي متعلقة بأشخاص خالفوا الإجراءات أو القوانين يعني اليوم إذا شخص يطلب تغطية مثلا لخدمات متخصصة في الإعاقة حاليا هاي مش خدمات مشمولة بالتأمين الصحي فهي مش شكوى احنا نقدر ان احنا نتعامل معها لكن اذا اليوم عيادة خالفت شركة التأمين خالفت شيء واضح من خلال الإجراءات والقوانين لم تلتزم بدورها احنا وظيفتنا هنا ان احنا نجيب حق الشخص ونتأكد ان طبعا الجهة هاي تلتزم بدورها لكن بالنسبة لإضافة لو جوي معاقين دكتور او الشخص المعاق يعني شو واضحه شو اللي يسوي في الوقت الحالي يجب على شركة التأمين توفير التأمين الصحي للشخص المعاق وعدم زيادة سعر التأمين عليه نتيجة الإعاقة اتغطي البوالس هاي الخدمات الصحية العامة اللي يحتاج لها الشخص مثل اي شخص اخر ما اتغطي بعض الخدمات التخصصية اللي يحتاج لها الشخص ذو الإعاقة على سبيل المثال اذا احتاج مثلا زيارة الطبيب عند زيشام عنده كذا عنده غيره احتاج عملية جراحية كل الأمور هاي مغطاة مثلا مثل أي شخص آخر لكن إذا احتاج مثلا نوع متخصص من العلاج الوظيفي فهاي الأشياء مش مغطاة في الباقة الأساسية لكن في بعض الباقات الأخرى الإضافية ممكن تغطيها اللي ممكن كذلك الأهل يشوفون توفرها مع شركات التأمين كذلك يمكن توفر وزارة الصحة بطاقة معاق اللي هي تغطي الأفراد ذوي الإعاقة لجميع الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة وحتى للأشخاص هاي اللي ما محتاجين لهم يكون عندهم تأمين صحي لأن البطاقة هاي هي بطاقة تغطية شاملة وليس بطاقة صحية اعتيادية صحيح الدكتور أنا وايدة سألتيني أنا أحاول أجاوب عليها لكن معظم التعليقات ليش الدكتورة ساكتة؟ بموضوع التأمين موضوع كبير أترك المايك لبحمود لا أنا لأحاول أن أقل أسئلتكم هو لأني أقل أسئلتكم عشان تي بس في بعض الأسئلة تخصت الدكتورة زين دكتور أنا بشرب شاي رايح دكتور حيدر يقول عمل تحليل وظائف كله في اليوريا كان 43 والرنج التحليل 17-43 فهل يدل هذا الشيء على شيء سيء لا سمع الله وكان CRP 9.2 أفيدوني أفادكم الله علما أنه عندي أعلام بالساق اليمنى وبرد أحنا ما نبني تشخيص على تحليل واحد يعني لازم أو شي يكون في تاريخ مرضي كامل نخدم من عندك والتحليل ينعاد أكثر عن مرة على مراحل ما بتباعده وعلى أساسها نحكم ليش التحليل يكون لها حد أقل وحد أدنى وحد أعلى يعني أي شيء يقع بين هالإثنين يعتبر حد طبيعي حتى لو كان حد الطبيعي الأعلى معناه مثل جرس انذار أو ناقوس خطر مثل ما نسميه أن أنت تحاسب تسوي تحليل زيادة ممكن تحسن شربك للماء ممكن عندك التمرض السكر يبالي تضويط أكثر فهذه عدة عوامل ولكن ما نحكم من قراءة واحدة جميل بنت عمر هذه عشر شهر ينفع شرب حليب أمبستر ردت عليها واحدة قالت أشار بيها بعد سنة ونصف أفضل عن خبرة أمهات الحليب الطبيعي حليب الأبقار يعني بشكل عام ردت الثالثة قالت زوجتي ابتدت لبن أمبستر لأولادي في سن سنتين أوكي سنتين نقاش جميل والله صار فيه نقاش شو راجي الدكتور باختصار عشان ألحق بس سنة تيمين من عمر السنة عقل عمر السنة ما دور شركات التيمين في التوعية الإعلامية والتدقيف الصحي والول والأول مستفيد أن يكون الناس في صحة والأولى سعادهم شركات التيمين نعم بالتأكيد وإحنا طبعا على تواصل مستمر مع شركات التأمين نطلب منهم كثيرا كذلك التواجد في مواقع العمل خصوصا بالنسبة لتأمين في فئة العمالة مطلوب من كل شركة أنها تكون موجودة في المواقع هاي حملات توعية حملات زيادة الوعي بآلية استخدام التأمين طبعا الهيئة كذلك لها دور كبير فهي منظومة متكاملة جميع أطراف المنظومة تعمل معا في النهاية لإيصال المعلومة وزيادة الوعي بالتأمين الصحي ديو سبيك انجليش؟ يعني إن شاء الله لماذا يجب وجود وصفة طبيعة لأخذ الدواء من الصيدلية ونحن عندنا تأمين ليشمل الصيدلية؟ لأن الوصفة الطبية المغطاة هي الوصفة اللي يطلبها الطبيب ليش الوصفة اللي احنا كأفراد أو الصيدلية قرر أن احنا محتاجين شو أسعار باقات التأمين؟ تبدأ باقات التأمين من 550 درهم إلى 650 درهم لفئة ذوي الدخل المحدود أو اللي هي الباقة الأساسية وأما باجي الباقات بالنسبة لأفراد الأسرة تبدأ أسعارها من حوالي 625 وطالع وباقات كبار السن تبدأ أسعارها من 2500 وطالع واحد كاتبنا بسعادة الموظفين مو بس المراجعين إن شاء الله مفهوم أكبر يعني هذا وين نقدر نحصلها؟ وهل المكتب في هيئة الصحة؟ وهل المكتب يعني في هيئة الصحة؟ بالنسبة لشركات التأمين؟ طبعا احنا أعلننا كذا مرة عن شركات التأمين المؤهلة بالنسبة للباقة الأساسية في الحقيقة على موقع الإلكتروني للضمان الصحي هناك 50 شركة تأمين مرخصة في إمارة دبي من الـ 59 شركات تختص بالباقة الأساسية لفئة ذوي الدخل المحدود تمان للتأمين، أكسا، أليكو، تكافل الإمارات، دار التكافل، راس الخيمة، نجي آي وضمان الدكتورة خفيفة بموية ولا مثل ما هو؟ الحليب موضوع الحليب هذا مهم ما شاء الله عليها أظن أكثر من مرة دخلت معنا على موضوع حليب بنتها نحط حلقة عن أعطاء الحليب للأطفال داما نحن نتكلم عن الحليب، دعني أرد على ملاحظة متعلقة بالحمل والولاد نعم، بالنسبة للأشخاص اللي طبعا الزوجة تكون حامل ويشتري التأمين والزوجة حامل فيه إلى عدة اختيارات، ممكن يطلب من شركة التأمين أنها ما تغطي الحمل هذا وتبدأ التغطية من حالات الحملة اللاحقة وبالتالي ما راح يتغير اللي هو البريميوم للتأمين الصحي أو رسوم التأمين الصحي الحل الآخر بعض الشركات تطلب منه فترة أن تطار 6 شهور ويتم تغطية تكاليف الحمل والولادة بعد 6 شهور فإذا كانت مثلا الزوجة في بداية الحمل ممكن كذلك تغطى من خلال نفس باقة التأمين أو في حالات أخرى يطلب منه مبلغ إضافية لتغطية كذلك الحمل والولادة في ضمن الباقة الحالية فهي نقطة كذلك مهمة الأفراد منهم يعرفون جميل دكتور يعني حوصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم بس بشكل سريع بشكل سريع هيا أدري أدري مثلا بس بشكل سريع دكتور أنا بغي أتكلم عن اللي ما التحقوا حتى الآن بمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي شو لازم نقول لهم؟ زين بعطيهم بعض الأرقام في شهر 12 في شهر ديسمبر من العام الماضي وصل عدد الحالات اللي تحمل فيها الكفيل أكثر من 20 ألف درهم نتيجة علاج المكفول أو الموظف اللي بعده لم يلتحق بالتأمين الصحي كان حوالي 400 حالة يعني أكثر من حالة في اليوم يعني لا يقول الشخص والله إذا تعب العامل بودي العيادة بأخذ الشيء أحيانا يتم هناك حاجة لعلاج طارق لعلاج مكلف التأمين يحمي العامل يحمي الكفيل ويحمي الجميع في المقابل كان في أكثر من 1200 حالة في نفس الشهر تم تغطية التأمين الصحي للمبالغ المتعلقة بعلاج المكفولين اللي بلغت كذلك أكثر من 20 ألف درهم لكل حالة وبالتالي الموضوع هذا ممكن أي شخص يحتاجه في أي وقت فما نأجل الموقع الحد النهائي قادم قريبا إن شاء الله تعالى وبالتالي يجب على الجميع الحصول على التأمين الصحي لحمايتنا في السم أفراد أسرهم ومكفوليهم ونتمنى للجميع دايما الصحة والسعادة إن شاء الله المفروض البرنامج ساعتين ساعة لكم ساعة لنا ما من الحق نسأل إن شاء الله صباح الخير دكتور الخليج المتحدة للتأمين مشارين مسجلوا الدفعة 2500 درهم أكثر من 10 مرات ما تصل فيهم يقولون في بطاقة الهوية أمس رأي حمي الساشوغير موجود في الهوية الخليج المتحدة هاي ما أعتقد طيب بس نأخذ بيانات خليج المتحدة للتأمين نأخذ بيانات تحت الهوى عسب نتأكد لأن الاسم هذا مش صحيح خلاص وصلنا نهاية الحلقة بسرعة طافت الحلقة اليوم والله سامحينا دكتور اليوم نحنتي اللسنات ما ما أخذنا وعاية اليوم ما كان مساهمتي فعالة في البرنامج لأن موضوع التأمين موضوع ساخن فأترك المايك لدكتور حيدر دائما والمحمود يأخذ أسئلتكم يعني يأخذ أسئلتكم كذلك موضوع حليب كذلك موضوع خذ حين شاركنا شوي عموما حتى نرقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى نحن نشاكرين لك دكتور حيدر اليوس ومدير إدارة التمويل الصحي على تلبيته للدعوة والمشاركة في البرنامج شكرا لك دكتور ندى الملة شكرا لك محمود واستانسه بالجو وشكرا حمد المعيوف شكرا ميثة بن البيات وشكرا لفريق الإعداد وشكرا لكم مستمعين ومتابعين وإذا سهينا عن سؤال أو شيء فسامحونا عادة ما نحاول شسمه نجاوب على السريع على بعض الأسئلة وصبوع اليوم نكون معاكم إن شاء الله الدكتور وعدنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة حتى نلقاكم في الغد تقابلوا تحياتي بحدتكم حمود يوسف العلي ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر